في الأثناء وصلت تعزيزات الجيش الوطني اليمني إلى المنطقة العسكرية الخامسة لفك الحصار عن قبائل حجور في محافظة حجة محافظ حجة اللواء عبد الكريم أسنيني أوضح أن تحرق قوات شرعية لفك الحصار من قبل ميليشيات الحوثي بات قريبا وصدرت أوامر بتحرك ست كتائب من الجيش الوطني لمسندة قبائل حجور أسنيني أشار إلى أن هناك حربا مدمرة وهجوما بربريا يقوم به الحوثيون على أبناء حجور مستخدمين مختلف الأسلحة يأتي ذلك في مقالة موقع وزارة الدفاع الهمنية إن أكثر من ثلاثين عنصر حوثيا قتلوا في غرات شنتها مقاتلات التحالف في مدرية كشر المقاتلات استهدفت عربة محملة بذخائر تابعة للميليشيات أثناء تجمع عناصرهم حولها في منطقة المندلة ما أسفر عن مصرعهم جميعا هذا ونفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذت عملية إنزال جديدة لإمداد قبائل حجور بالمعدات العسكرية والمواد الطبية والغذائية